العاشرة صباحا بتوقيت جامعة الموصل وهي خاوية على عروشها حدث هذا المشهد من قبل حين احتل داعش الارهابي المدينة ونهش جسد العلم والتعليم لكنها اليوم بفعل كورونا الذي جعل نبض الحياة الطلابية شحيحا الى ما بعد الظهيرة ابان احتلال داعش ولدت فكرة التعليم الالكتروني من رحم معاناة تخريب تعود الفكرة اليوم لتحافظ على سير العملية التعليمية تم التوجيه لعمادات الكليات بالتحول باتجاه التعليم الالكتروني باستخدام برمجيات الجوجل كلاس روم أو الميت أو اليوتيوب أو تشات أو أي برنامج للتعليم الالكتروني في الموصل تحتل المدينة المركز الاول في اتخاذ النظام التعليمي الالكتروني لمواجهة كل مصيبة تقع فيها البلاد وبين مؤيد ومعارض للفكرة الا ان الرسالة ثابتة في استمرار حمل سلاح العلم رأينا وجد نظري الاحترام لرئيس الجامعة قصية الاحمدي ان القرار غير صائب اول شي ضعف الانترنت ثاني شي انه ما ازد اغلب الطلاب انه ما عندهم انترنت وثالث شي انه صعوبة انه تلقي محاضرة كترونية بهذا وضعنا بالذات فكرة جميلة اسوة بباقي الدول المتقدمة وتعوض طلبها عن الفترة التي جلسوا فيها في فترة العطلة وفترة الظروف الخاصة التي تمر بها المحافظة ويعوضون المادة الذين فقدوها في هذه الفترة حراك علمي طبي يدور في الاثناء حيث نينوى التي تستعد لمواجهة كورونا في حال دخوله الى المدينة الهدف من حضور المنظمات الدولية هو دراسة علية الدعم للمنظمات الى محافظة نينوى كما يعلم جنابكم ان هناك تقص في تجهزات طبية ونحاول ان نحشد الدعم بهذا الاتجاه المحافظة وزعت بعض الاجهزة ايضا على المنافذ الى محافظة نينوى في السيطرات من اجل السيطرة على الوافدين الى المحافظة وخاصة منهم المصابين لابد ان كورونا غيمة سوداء وتنقشع لكن اصرار الجميع في نينوى على ان تستمر الحياة الطبيعية بكل تفاصيلها كما هي المدينة التي لم ترضخ للارهاب الذي يفوق كورونا في المصيبة والخراب